اشتركوا في القناة واكدت هذا الموضوع الشرطة الامريكية ونقل 16 شخص على الاقل للمستشفيات مصابين بجروح وذكرت صحيفة دايتون دايلي نيوز المحلية انه اطلق النار صار بقلب اوحد مالها ليلة بمنطقة اوريجون بمدينة دايتون اما باعتداء الباسو يلي صار نهار سبت بواحد من فروع متاجر وولمارت فافدت السلطات الامريكية بانه المشتبه فيه يلي قتل 20 شخص وقدل اصابة 26 تانين بسلاح هو شاب ابيض عمره 21 سنة من منطقة ايلين بتكساس واسمه باتريك كروسيوس وقال قائد شرطة الباسو جريغ آلين ان السلطات قالت انه هيدا جريمة هي جريمة كراهية واستندت على البيان يلي هو مألف من اربع صفحاته منشور على موقع ايتشن الالكتروني يلي عادة بيستخدمه المضطرفين ويلي يعتقد انه هو من اعداد المشتبه فيه وصف البيان هجوم وولمارت بانه رد على غزو اصحاب الاصول الاسبانية لتكساس وعبر عن دعمه للمسلح يلي قتل 51 شخص بمسجدين بكرايست شيرتش بنيوزيلندا والمشتبه فيه هو استسلم للشرطة بس ديقوا الضباط عليه وبتقول وسيل العلم امريكية انه خلفية اطلق النار هي عنصرية ضد المهيجرين من المكسيك وانه اللي قوصه سعه لقتل اكبر عدد ممكن من المكسيكيين علما بانه ويليه تكساس موجودة على الحدود مع المكسيك حد مدينة سيودات خواريز دغري وبيعبر كتير من المكسيكيين لحدود كل يوم ان كان لا يشتغلوا او لا يتسوقوا بامريكا بالوقت اللي بعيش كتير منهم بالباسو من جهته اكد رئيس المكسيكي اندرس مانويل لوبيز اوبرادور انه في ثلاث مكسيكيين من بين الضحايا وقال بفيديو ونشروا على حسابه على تويتر انا متعاطف معايا للضحايا وهيدا حادث مؤسف كتير وبعبر عن دعمنا لشعب وحكومة الولايات المتحدة وذكرت ويزارة الخارجيين المكسيكية انه ست مكسيكيين تانيين اصيبوا باطلاء النار من جهة تانية قدين الرئيس الامريكي دونالد ترامب الحادث وكتب على حسابه على تويتر انه اطلاء النار اليوم بالباسو بولاية تكساس منه بس مأساوي بس عمل جبان وانا بوقف حد كل شخص بهذا البلد لأيدانة عمل اليوم البشع ما فيه ولا سبب او عزر ببرر قتل الاشخاص الابرية هذا الاطلاء النار كان هو اعنف اطلاء نار جماعي صار بامريكا من بعد حادثة 21 الاول 2017 يوم اطلاء النار الجماعي بلاس فيغاس بمندلي باي يلي مات فيه 58 شخص وانصب فيه اكتر من 500 شخص مع الاشارة لانه دايما عم تشهد امريكا اطلاءات نار دموية فحادثة الباسو هي تاني حادثة اطلاء نار دموية باقل من اصبوع بمتاجر وولمارك بالولادة المتحدة بعد اطلاء نار بكاليفورنيا اخر جمعة الماضية لقتل فيها مسلح مراهق 3 اشخاص ما تنسوا تاملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك ترجمة نانسي قنقر